نظمت مكتبة الإسكندرية لقاء بعنوان مصر والقضية الفلسطينية بحضور عدد من المثقفين والمفكرين وكبار المسؤولين قال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية إن ما يجري في غزة الآن لم يحدث في العالم من قبل حتى خلال الحرب العالمية الثانية لافتا إلى أن إسرائيل تقوم بعمليات إبادة للمواطنين العزل وأوضح زايد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت منذ البداية لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت تضحيات كبرى وأن الموقف الحالي هو استمرار للموقف التاريخي المصري